الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان اللي هو كانوا وقتها خمسة طلبة خمسة طب بشري من مدينة صبراطة قاموا بتشكيل فريق منظمة كانت منظمة بدايتها فريق عمل الفريق هذا هدفه التوعية لأنه زي ما نعرفه اشتغلوا على مجال التوعية نعم وخاصة سرطان التدي نقدروا نقضوا عليه بالتوعية لو كل سيدة تتعلم طريقة الكشف الداتي وتعرف اهمية الكشف المبكر ويتم اكتشاف سرطان التدي من المرحلة الاولى يعتبر الله مرض ولكن كل سيدة حتى في سرطان عنق الرحم لو كل سيدة تعرف ان المفروض كل سيدة تدير مسحة عنق الرحم كل سنتين رح تقي نفسها من سرطان عنق الرحم الحاجات والمعلومات هذه ما كانواش السيدات للأسف مدركين لأهميتها هذا تتكلمي في العام 2012 نعم انطلقت الفريق اللي هو من صبراطة وكان كنتنا ومروى نشتغلوا على بلدية طرابلس ما كانش عندنا فريق تابت في تجورة بس على طول تكون بداي يكون كل مرة في مدينة تتكون فرق بأمانة البداية ما كانتش ساهلة وكان ممكن كل اللي حوالينا يراهن على فشل هذا الاتحاد وبحكم اننا ما كانش فيه توعية في الوقت هذاك بس وصلنا للألفين واربعطاش وللهي الحمد بدت المؤشرات تقول لا بدت تطلع مؤشرات النجاة نعم بدت المؤشرات تقول لا ان فيه عطش للمعلومة فيه اقبال من السيدات فيه حتى اقبال من اخي الرجل اللي بداي هو حريص ان يجيب زوجته فتحنا مسحات للكشف المجاني درنا محاضرات مجال التوعوي هذا اللي انتو اشتغلت فيه ما شاء الله هو الاصبح لم يعد خافيا كما يقال ما شاء الله يعني انتابع في نشاطاتكم بين فترة واخرى وبالفعل بدت مسألة الانتشار الافقي كما قلتي والعمودي اينا بما لا اصبح فيه عمق في فهم المعلومة والطرق وتشديد الطرق وكذا مع الانتشار الافقي في المدن الليبية نعم التجربة هذه يعني بعد الانطلاقة وبعد ما تراكمت الخبرة هذه وبعد ما انت هل وجهتكم تحديات يعني الدعم نعم احيانا الامور الاجتماعية اللي تمنع حتى ان المرأة تأتي الاشياء هذه كيف تجاوزتوها للأسف سنوات الاولى طبعا كان فيه صعوبة كبيرة في انك تجمعي سيدات وبتعطي محاضرة احنا واجهتنا حتى اطلاق النار يعني ما كانش فيه وعي ان انتي شو بتديري وشين هي حملة سرطان التدي يعني شو قاعدة تقولي وشو قاعدة تديري وكذا لكن مع الوقت طبعا ومن ناحية الدعم كنا بامانة يعني يعني ممكن من اموالنا الخاصة انتي قداش عندك وانتي قداش عندك شكلنا فريق طبعا انا نحكي علي مدينتي تجورة فكان الفريق من السيدات وكان طبعا احنا مراعيين خصوصية الامر لازم يكون الفريق سيدات فقط ما فيش رجال لخصوصية الموضوع صحيح صحيح بالمرأة فكانت دعم صعب فاطرقنا الابواب على وحدة الاوقاف والشؤون الاسلامية تجورة اللي كانت بامانة يعني في الموعد وكانت داعمة وبقوة لعمل الفريق من ناحية المطويات الستاند البروجيكتر اللي باش نعطوا المادة العلمية طبعا اللي يعطي في المحاضرات طبعا طبيبات مختصات بسرطان التدي بش يعطوا المعلومة العلمية نعم احنا كفريق نشتغلوا عليه الامور الفنية والادارية والتنظيمية وايضا نحاولوا اننا توصل التوعية وفي الأشياء اللوجستية طبعا نعم ونحاولوا اننا توصل التوعية لكل سيدة حتى داخل بيتها عن طريق توزيع المطويات على المارة في الطرق اللي هو العامة وحتى في الأسواق وفي المحلات وحاولنا والله الحمد وقدرنا نوصلوا للدواخل من الوادي الغربي نشيع دواحل للداخل نعم طبعا هذا انا نحكي على فريق تجورة بس نحب نضيف ان الاتحاد في 2017 ولله الحمد يقدر ان يشكل 62 فريق داخل 62 مدينة ليبيا هذا اللي كنت منسألك عليك كنت منسألك عليك التطورات تطورات الآن في عديد المدن ليبيا 62 فريق ماشاء الله 62 فريق داخل 62 مدينة ليبيا شرقا وغربا وجنوبا طبعا مدينين الجروب على الفايبر هذا كنت منسألك سؤال ثاني التوعية هل هي دائما مباشرة ولا انتم مثلا استفدتوا من وسائل التواصل اللقاءات عبر التلفزيون الى اخره الاشياء هذه كيف اشتغلتوا عليها؟ طبعا التوعية قبل كورونا كنا نديره في ورشة عمل تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة وفرق العمل بحيث انه طبعا احنا عندنا لجنة علمية تابتة في الاتحاد من اكبر اخصائي الاورام الله يذكرهم بالخير دكتور سماعين سيالة دكتور الهادي عربي دكتور نور الدين عربي دكتور بدر الدين النجار الدكتورة نجاح مركوس وايضا دكتورة سعاد الورشفاني الدكاترة لطباء هادو اللجنة العلمية للاتحاد فلما كنا نديره حملة سرطان التدي كان الدكتور طبعا متخصص الدكتور نور الدين عربي هو اللي يعطي المادة العلمية فكنا نديره في ورشة عمل ان الجمع فيها كل الكوادر المندوبين من كل فريق طبعا يوم كله متطوعون نعم كله متطوعون نحب نضيف نضيف نقطة مهمة سادة زهرة في 2019 كان عندنا 1050 متطوع على مستوى ليبيا 1050 متطوع لمستوى ليبيا داخل 62 مدينة ليبيا واشتغلت رغم كل الظروف اللي احنا مرنا بها يعني احنا ايضا البلد مرت بظروف صعبة تم توزيع 250 ألف مطوية داخل برضو أغلب المدن الليبية فطبعا لما كنا نديره في ورشة العمل كنا حتى الفريق الفني أو الإداري كنا نعطوا حتى في عن طريق طبعا مختصين في التنمية البشرية وفي الصحة النفسية نعطوا حتى في طريقة نقل الخبر السيء للسيدة اللي تم اكتشاف المرض عندها نعطوا في طريقة الابتسامة في وجه السيدات المتبهين اللي احنا نقوله نقدر نقوله اللي هي المهارات المفروض يتعلمها شخص مش هو في الفريق الإعداد أو معكم لو تطوعي اللي يشتغلوا مش يعرف المعلومات العلمية فقط ولكن يعرف كيف يتعامل كيف نوصلوا المعلومات حتى للأطباء أحيانا لما تكتشف الحالة أو كذا كيف هو يتعامل وينقل الخبر وكيف يتعامل الحالة النفسية للمريض يعني هذه الأشياء كلها تركزوا عليها المهارات التعامل مع المريض خاصة في بدايات يعني اكتشاف هذا الموضوع عندها نعم نصلى الله سلامة للجميع إن شاء الله احنا طبعا الحملة يبدأ مرافق للمحاضرات التعاوية نفتحه في الكشف المجانا نستقبله في السيدات بحيث إنه يكون الكشف مجانا الصورة مجانا الأجهزة وخاصة المامو جرام يعني يوكلف نعم نحاولوا إنه نحنين نوفروه طبعا فيه أماكن مجانية بس تكون عليها شوية تزدحام نتعاملوا مع مصحات خاصة بحيث يتم التخفيض لنص القيمة اللي ما يبيش الزحمة وهكي فكان ضروري من ورشات العمل لتأهيل الكوادر الطبية بالدرجة الأولى لأن العلم كل مرة يتطور والمعلومة كل مرة تتغير فآخر ما توصل إليها العلم لازم يعطوه متخصصين للكوادر الطبية والطبية المساعدة